ما تخلفه الحروب ظاهرا أقل مما تخلفه باطنة كالأوبئة والأمراض ومنها شلل الأطفال الذي يعد عدوى بفيروس معوي يكون معديا وقد يؤدي إلى الوفاة أحيانا وينجم شلل الأطفال عن العدوى بفيروس وينتشر عادة من خلال تناول الطعام أو الماء الملوث أو لمس سطح ملوث موضوع شلل الأطفال للعلم أن معانا حملة ستقام بتاريخ 15 إلى تاريخ 17 سبعة هذه الحملة بتكون عبارة عن حملة احترازية وهي القولة الثانية قد عملنا القولة الأولى ونجحت بفضل الله وفضل القهود القائمين عليها وبفضل العمال الصحيين الذي هم رسالتنا وهم اللي يوصلوا عملنا كامل بالنسبة لشلل الأطفال كما هو معروف هو عبارة عن مرض فيروسي يصيب الإنسان من شخص مصاب عن طريقة التلوث في الماء أو الأكل أو عن طريقة العطسة فمرض شلل الأطفال أعراض الأولية حملة بسيطة نزول تتطور الحالة إلى ضعف العضلات وبالذات عضلات الساقين وهذا المرض يصيب الجهاز العصبي يعني المخ الحبل الشوكي فيؤثر على الحركة فشلل الأطفال مشكلة إنه مالوش علاق مالوش هذا المرض بدون علاق مرضه علاقه التطعيم ومشكلته هذا المرض يسبب إعاقة دائمة يعني كيف يسبب إعاقة دائمة يقعل هذا الطفل مصاب بعدم الحركة فمشكلة كبيرة في إصاب بعدم الحركة فهو مشكلة على أسرته ومشكلة على مجتمعه ومشكلة على نفسه ففي فضل الله سبحانه وتعالى توفرت لنا هذه الحملة من الجهات الدائمة أريد أقول للناس جميعا للناس جميعا اللقاح هذا لقاح آمن آمن جدا وإلى غانب أنه آمن هو مجاني يعني لقاح مجاني وهو آمن وفعال وفعال الخوف إن المناطق الذي يأتي منها المرضى يأتوا من المناطق الذي تحت حكم الحوثيين فالحوثيين هو الآن يقلل من عملية التطعيم ويمنع التطعيم فبعد العيد الناس يتزاوروا مع العيد والآن نزلوا فأغلب الأطفال الذي وصلنا أمس حالة ديفتيريا نزل من محافظة إب ومرقد معي فوق وشلا الأطفال برضو حالة أمس مشتبهة فمشكلة كبيرة إنه شلا الأطفال موجود في اليمن ولا ديفتيريا دي أمراض العالم تتخلص منها نحن عادوا قاسين نكتشفها دي نتيجة عدم التطعيم أنا أنصح كلي رب أسرة أن يطعم طفله للأمانة ليش؟ لأن هذه أمانة لأنه التطعيم حياة بالنسبة للطفل هو الحياة زي الديفتيريا ما لديناش علاقة له إلا التطعيم شلال الأطفال ما لدينا بدأت شلال الأطفال ما هي إبراء ولا شيء هي قطرتين على الفم بكل بساطة بيأخذها وبتحميه فيقب على الأبهات وعلى العائلات وعلى الأم وعلى الأسرة بشكل عام تنصح ويتنصح ما في بينهم من شأن التطعيم من شأن تنقع الحملة نحن نريد أن نستأصل هذا الفيروس من بلادنا وتنطوي أعراض شلل الأطفال على الحمى والصداع وتيبس الرقبة والظهر والألم العضلي العميق وأحيانا الضعف أو الشلل وحتى اليوم لا توجد معالجة شافية لشلل الأطفال ففي حين قد يتعافى بعض الأطفال بشكل كامل يحدث ضعف دائم عند الآخرين لكن يمكن للتطعيم الروتيني أن يوفر الوقاية من هذه العدوى عندما يصاب الطفل في المرض أو شبها نشتبه فيه يعني العضلة تكون وحن في العضلة ضعف في العضلة ما يقدرش يمشي نعتبر شلل الأطفال حتى نتبهت العكس نحضره عند الطبيب الطبيب يتعامل معه يتصل لمكتب الصحة يأخذ عينة أولية من البراز وثم يأخذ عينة أخرى الثاني يوم من البراز عشان نأكد الحالة وإذا تأكدت الحالة فيتم عزل المريض والتعامل معه بمعالجة طبية بالنسبة للتطعيمات بشكل عام هي التطعيمات آمنة وتحت يعني تحت رقابة شديدة جدا وتحت مصانع دولية ورقابة أممية ورقابة أقليمية ورقابة ونقل عن طريق سلسلة تبريد يعني أهم أنا بالذات في اليمن التطعيم مجاني التطعيم مجاني إيش يمنع أنك تطعم ما في حاجة يمنع أنك تطعم لأنه آمن وفعال ومجاني جميع فيجب الآن مع الحملة أن نسهل العمال الصحيين بالوصول إلى الأمراض زي ما قد نتطعيم هو الحياة يجب التعامل مع الحملة القادمة بكل ريحية ولا في أي مؤامرة ولا يسبب العقم ولا لو بدخل في هذا الجانب العمل العمل طبي بحت عندنا أنت عارف يقوله يسبب العقم والذي قد طعم معه ستة أو سبعة طوال ما قد استوالهم أي مشكلة فنرجو منكم أن تطعيمه في هذه الحملة القادمة تاريخ 15 وعادة فإن أغلب الأمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها بالتحسين ومتابعة الحملات التحسينية والتنفيذ اللقاح الدوري والروتيني أما في حال التعرض لأي مرض بشكل عارض فينصح بمراجعة أقرب مرفق لأخذ اللازم